وعلى فكرة الشخص اللي بيعتزر ده بيجرب نفسه من الوسواس فمش هيجيله وسواس الندم ولا وسواس الزنب ولا هجلة ذاته ولا الشخص الآخر يحس بالمظلومية منه ولا إنه اداس على كرمته عارفين؟ عارف التطبيق اللطيف من تحصين النفس من الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس عايش نفسك ما توسوس لكش اعتزر لما تسارع بالاعتزار نفسك ما تقدرش تدخل عليك من مدخل الوسواس عشان كده الاعتزار حاجة ربنا سبحانه تعالى بيلهم بيها البشر عشان يقدروا يتقدموا خطوة للأمام ويعيشوا حياتهم في سلام لما تعتزر للناس تحس إن أنت آمن لأن أنت ملكش عند الناس أمانات وحقوق ممكن تجيلك طعنة من في ظهرك لو إنك أنت ما اعتزرتش الاعتزار خليط ما بين قيم كتيرة قوي الاعتزار ده زي ما يكون كده بيغزلك توب من القيم تتستر بيه والله ما شفت حاجة تستر إنسان قد الاعتزار وتعرف لما الزوج ييجي اعتزر لزوجته يتستر عيبه سبحان الله ولما الزوجة تعتزر لزوجها يتجاوز عنها فيكون الاعتزار من باب باب من أبواب الإعانة على ماذا الإعانة على البر والتقو وعشان كده تعاونوا على البر والتقو يبقى كده إيه اللي حاصل يتعاونوا على البر والتقو بإيه بالاعتزار وعشان كده الاعتزار قيم كتيرة لازم نتعلمها من الصغر زي الليونة والمرونة وكمان القوة اللي بتوصلنا للاتزان اللي يخلي الإنسان دائما عنده جملة من الأمور شوفوا كده قيمة المروقة المعتزر عنده مروقة ما يعتزرش غير صاحب مروقة لو مش صاحب مروقة هيقوم ما اللي قدامي يحصله اللي يحصله مش فارق معاي فالزوجة لما تشوف الزوج بيعتزر تحس ان هو صاحب مروقة ويا سلام بقى تشوفوا لابس توب الفروسية كده لما بيعتزر اه والله اه والله الأزواج ما بيقدرواش يفهموا كده بعض الأزواج يقولوا لا أنا مش اعتزر عشان ما تشوفنيش صغير لا يا انت لما بتعتزر هي بتشوفك ايه شجاع فزي ما فيه قيمة المروقة كمان بنخزل معاك قيمة الشجاعة فالاعتزار شجاعة الاعتزار كمان رحمة وخاصة لما بيعتزر الرجل الست لمراته لما اعتزر لها ايه اللي حاصل بيرحمها بيرحمها من ايه من اوفر تينجين كل الكلام الكتير اللي بتعود تتكلمه هايزا اقول لكم الاعتزار علامة من علامات الحب الاعتزار بيرم منع التراكمات الزوجية اه انا عارف ان فيه تلات تخوفات بيخاف عن انسان لما يجو اعتزره بتخلي الناس ما تعتزرش وبسببها بيحصل مسلس تحطيم انوار الاعتزار مش انا قلنا لا يعتزر الاعتزار من شمة من امتلع قلبه بالانوار ايه التخوفات التلاتة دي التخوف من الهزيمة والانكسار لو اعتزرت عن هازم وانكسر قدامها لا انا مش عايز اعتزر لازم اعاند وما اعتزرش واعرف الحق وانكره التخوف التاني الضعف والاستصغار انا ازعل ان انا ضعيف واتستصغرني وهبقى ضعيف ومنظري وحش فما اعتزرش التخوف التالت اهتزاز صورة الزيت لا انا لازم اتفهم كويس ولازم يفهموني كويس قوي انا ما اعتزرش عشان صورتي ما تتهزز بس على فكرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ احنا عندنا صاحب الاخلاق الحسنة ما بيعملش الاخلاق عشان تتردله وعشان كده بنرد على الشخص اللي خايف من ايه خايف ان اللي اعتزر يهزن صورته لا يا سيدي احنا بنعتزل مش عشان كده مش عشان لا احنا بنعتزل عشان احنا دخلق من الاخلاق التي هي تدخلنا على الله سبحانه وتعالى انقياء اصفياء نغسل قلوبنا زي من نتغسل بالتوبة من نتغسل بالاعتزار باعتبار ان كل ابن قدم خطاء وخير الخطائين التوابون احنا بنتغسل بالاعتزار وعشان كده بيشعر بتجليات جمال الله سبحانه وتعالى فيه نوعين من اللي بيعتزره ما بيعتزرهش في الحقيقة الاول ما بيعتزرش عشان نرجسي او عنده برانوية فعدم اعتزاره نابع من اضطراب نفسي فمحتاج طبيب التاني ما بيعتزرش لانه موجوع والحد دلوقتي محدش طيب خطر ازاي يفرق بين الشخص اللي ما بيعتزرش عشان موجوع وبين الشخص اللي ما بيعتزرش عشان متكبر احنا محتاجين ده عشان في اوقات كتيرة بيحصل الخلط ده نقول له هو ما اعتزلش عشان متكبر لا هو ما اعتزلش عشان موجوع لو أنا جبرته بخطره وطبطبت عليه عيطيه بخطره ويعتزر الموجوع دايما بيقول انت عايزني اعتزر وانت فاكر انا عملت اللي عملته ده ليه انت عملت انت فاكر ان انت عملت فيه ايه فهو موجوع وانت يعني طيبت خطري اه ده موجوع ده ده اول ما تداويله الوجيع بتاعته على طول يقولك على طول انا اسف انا اسف على فكرتي دي او انا اسف ان انا فكرت فيك بالطريقة دي وما كانتش عارف انك بتحبني كده ايه ده ايه ده ايه ده انت مش كنت لسه موجوع مني وقعد تقول عني كلام سلبي انا ما كنتش عارفة او ما كنتش عارف انك مهتم بي كده ده اول ما تطيب خطره طيب لو الشخص التاني اللي مش عايز يقول انا اغلط نعمل مع ايه الشخص اللي هو الشخص اللي مش عايز اعتذر عشان اغلط ايه ان هو اني اني انا مش عادل اعتذر لاني في الحقيقة اللي زي ما بيعتذروش انا لا اؤمن ان النار تواجه بالنار انا عمرو الورداني مش مؤمن ان الشخص اللي ما بيعتذرش احنا نقابله بان احنا ما نعتذرش لازم الشخص ده لو شايفه شريك حياته لازم لازم تبتدي التعامل معه بالصفات الجميلة ايه ده ازاي يعني اه عشان حضرت النبي اللي علمنا ده فخيروه ما الذي يبدأ بالسلام حضرت النبي اللي علمنا ده ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصله يعني ايه اللي حاصل ان انت تبتدي وعشان كده عندنا شعار ماذا العدو الذي بيننا وبين الله ان نطيع الله في من عصى الله فينا فيبتدي شيئا فشيئا يحس ان هو محتاج ايه للتغيير ده لما يشوفني ان اتعامل معه بالحسنة دايما ادفع بالتي ايه احسن فاذا الذي بينك وبينه هو عدوة وان كان هو ولين حمي وساعتها هيحس ان هو ايه ان هو راجل جدع قوي بس ما بيعتزرش وهي متضايقة جدا فهي تخليه وصل من الجدعانة لغاية ما يحس ان جزء من الجدعانة انه هيعتزر او انها تحس انه هي جزء من كونها بنته اصول ان هي تعتزر يعني تقول لها تحسسها كده بان هي ذاتها كده لان ولاد الاصول دايما بيعتزر ليه علموني كده ايه ده ولاد الاصول لازم يعتزروا اه فيبقى كده فيه لغات لازم نعرفها ونتعلمها كأزواج وزوجات فيه لغات لازم نتعلمها في الاعتزار لازم نراعي واحنا بنعتزر ان من حق الشخص اللي قسقنا في حقه ان احنا لازم نختار اللغة اللي بتطيب خطره اللي احنا نستخدمها معاها لان احنا ما استخدمناش الطريقة دي احنا بنعتزر ونبنعتزرش يعني واحد بقول له خلاص انت هل موقف خلاص انا قلت لك انا اسف لا انا بكادمش باعتزره انا بفهمه ان هو خليك حكيم ما تبقاش موفن فلازم ابقى عارف ان الاعتزار ممكن يجي بعده شيء من العتاب فلما اعتزر ويجي شيء من العتاب ما بفهمش ان الاعتزار ده ما جابش اثاره لا لا خالص لو جي الاعتزار ومعاه شيء من العتاب ما فيش مشكلة لو جي الاعتزار ومعاه شيء كمان من طلب الاصلاح ما فيش مشكلة كمان ده شيء مهم جدا جدا اشتركوا في القناة